تخيلوا أن معنا رئيس في بلد حرب لمدة خمس سنوات لم يزر فيها جبهة واحدة أو زر جريح وبقى يكون الرئيس الوحيدة اللي حصل عليه انقلابين في فترة حكمه ولا في حسه أهم شيء عنده أنه يشوف نفسه ويشوف اسمه مكتوب رئيس أنا أنا اسمي مكتوب واحتمالهم بيجهزوا لانقلاب ثالث ممكن اختيار شخصية يمنية متوافق عليه غير عبدو ربو مصور قوي في شخصيات كارزمية قوية مثل ما إذا موجود عدروس الزبيدي في طارق صالح وعبدو سماعت بيدوروا كارزمات وانت خليك على كارزمات فيصل علاوي قال الجماعة بيرتبوا أمورهم بيسحبوا البصات شوية شوية من تحتك وانت ساكت ولا همك أي حاجة بيقارنوك بكارزمات عيدروس تخيل عيدروس وطارق ما نعقص الله يقولوا كارزمات وأوجه دعوة صادقة ومسؤولة من على هذا المنبر للطرف الانقلابي المتمثل بماليشيات الحوثي بأنها كافة أبو ظاهر الانقلاب انسحاب كافة العناصر المسلحة واللجان المفروضة من قبل الماليشيات المسلحة وإلقاء وتسليم السلاح سحب كافة العناصر المسلحة إعادة كافة الأسرعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة المنهوبة والمستولى عليها من المعسكرات حال جداً إنهم ظاهر الانقلاب ويسلموا السلاح ويسلموا المؤسسات يسلموا السلاح الثقيل والخفيف في السلاح أسمر وإذا تريد سلاح بدون سكر موجود وفي مظبي وفي حنيذ إذا بتك وتريدهم يسلموا هكذا بسهولة أو يرسلهم لعندك سفاري يلفهم لك في كيس ولا في كارتون ويرسلوا لك السلاح والمؤسسات والكل ويرسلهم للرياء ومنتظرها كذا بكل سهولة عملوا انقلاب عليه على أساس يطلع التينهم مخضر سلموا وسلموا ويقولوا حاضرها فضل سلمنا لك باقي السلاح يقولوا فتش فتشوا ويسلموا له بكل راح يا أخي ما أسلموا الجثة علي صالح هي جثة وإنت تريد يسلموا لك يعني دولة ومؤسسات وسلاح بسهولة